اشتركوا في القناة ايضا تتحدث نفس اللغة في عام سبعة وتسعين كرة طويلة في الامام على الجاليوسرا ورأسية جول جول مش ممكن من على خط المرمى بين شئلة اللعب باسك والكارلوس ورمضان عجب يلعب كرة بالرأس غير محظوظ رمضان في هذه اللعبة لكن المدافع من على خط المرمى يتعلق محاولة من جديد في الامام للصالح فريق المريخ تمريرة بضربة رأس وفرصة وانفراد غول مش ممكن مش ممكن يا رمضان رمضان عجب وانفراد واضح بحارس المرمى يهدر فرصة تسجيل للهدف الاول فرصة خطيرة تضيع الان على فريق المريخ بعد ارتباك دفاعي ومحاولة من جديد وكرة مخطوفة وفرصة للهدف الاول للمريخ مش ممكن تمريرة مش ممكن يا رمضان رمضان ماذا يفعل في هذه اللحظات وكانه متأسر بشهر رمضان رمضان عجب المزنبيخي بكل تاكيد هتكون هناك اخطاء كما حدث في كورتيل رمضان عجب ودي كرة مخطوفة من جانب المريخ عرضية خطيرة مش ممكن يا رمضان مش ممكن يا رمضان هذه التالت هدف يضيع على رمضان في الشوت ثاني من هذه المبرأة رمضان عجب ملك الاهداف الضائعة على فريق المريخ في الشوت الثاني من هذه المبرأة ماذا تريد يا رمضان ماذا تريد من هذه اللعبة يا رمضان كرة بالعرض ولا اروع من جانب اللعب سماني سعد الدين وهذه رمضان يعني يسبخ الكرة في شكل غريب وعجيب ومحاولة خطيرة 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 وكذا يدفع المريخ ثمن الاهداف الكثيرة طائعة بعد ان ضيع رمضان عجب فرص التسكيل تأتي هدفه تتالي في الشوت الثالي من هذه المبرأة وكان ساكل هدف الشوت الأول لكن تبعي غاء وبدأ من تسلل الهدف الأول يأتي لان من خطى الدفاعي فادة ينفرد اللاعب الخطير اللي تحدثت عنه كثيرا تايو أنطنيو يراوم في كل سؤولة مدفعي المريخ ويساكل الهدف الأول في شباك الحارس جمالسل مريخ يتأخر الان هذه كرة ملعوبة خطيرة خطيرة مرت إلى خارج الملعب كرة ملعوبة على الجال يسرى خطيرة لصالح المريخ رأسية توب عدد من جانب دفاع مريخ في الروفياريو يرجي خطف انتصار تاريخي طبعا ماما مليودي سانداو وانسحام اللقب هذه المطولة بهدفين لها هدف هناك في بريتوريا في ملعب ماما ميلودي سانداونز هذه الرأسية جارزيتو يحتج على الحكم اللانجولي خلاص يعني فاضل كيل بالنسبة لجارزيتو للمريخ تالا يلعب كرة في الامام كليتشي والصنوة كليتشي 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 والتسديد يا ولد يا ولد يا كليتشي وانقاذ رائع من جانب بنياتا هذه كليتشي استلم بطريقة رائعة وسدد تسديدها قوية في الزايا القريبة كليتشي استلم ببراعة بعد خطأ من المدافع وسدد في الزايا القريبة عبولة من جديد وكرة طويلة ما مبرك للجزاء ركلة حورة من خارج مطقة الجزاء ركلة حورة من خارج مطقة الجزاء مطرد يأتي الآن بعد هذا الخطأ اللي بيأتي الآن قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من هذه المبركة خطأ من خارج مطقة الجزاء على علاء الدين يوسف هذا اللعب الخطير اللي حزرت منه من البداية دايو أنتونيو صاحب الهدف الوحيد لفيروفياريو في هذه المبرأة في هذه المبرأة للمريخ روكنية ملعوبة على القامل الأول توبعت من أمام حكم المباراة كان حيصفر لكن شاف الأكبر الفريق الموزنبيقي مرر على طول الأكبر الفريق الموزنبيقي الآن حيطلق صافرة النهاية بالفعل الأن والن بولي مرديز دي كارباديو نهاية هذه المباراة بفوز فيروفياريو أنه المريخ بيادة وقبل لا شيء المريخ والأعبو عليهم ألا يلوموا إلا أنفسهم أضاعوا العديد من الأهدف في هذه المباراة وبالتالي دفعوا الثمن